السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم معي فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون معنا فكرة جديدة فكرة جميلة جدا وسهلة وبسيطة وجميلة في نفس الوقت. فكرتي النهاردة معكم هي طريقة عمل كافر لرول التويلت. هنستخدم فيه غرزة الجراني وهنستخدم غرزة العمود بلفها وكمان باستخدام السلاسل طبعا عشان نعمل بيها الدائرة اللي بيكون في البداية. هنستخدم مع بعد اي نوع خيط. انت بتستخدمي في الكافر بتاعنا النهاردة بقية الخيوط المتوفرة عندك. لان زي ما احنا شايفين الرول ما بتكونش كبيرة ولو حتى كمان عندك الحجم الكبير هي برضك بيكون ارتفاعها او الدوران بتاعها مش كبير ويسمح لك تستخدمي بقية الخيوط وتعملي يعني قطعة ديكورية جميلة جدا في البيت. هاستخدم معكم خيط صوف متوسط الصمكة مع ابر رقم تلاتة مليمتر لكن تقدر تشغليها بالقطن او بالصوف او بالحرير او بالخيط اللي الفرنساوي اللي هو المكرمية الرفيع او باي نوع خيط موجود عندك حتى كمان خيط المنجد ممكن تشغليها بي بتكون حلوة جدا وجميل. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا علشان نشغل بغرزة الجراني احنا عايزين مضعفات رقم خمسة في العدد بتاعنا. يعني لما نيجي نعمل عدد سلاسل البداية الخاصة بالقطعة بتاعتنا لازم تكون من مضعفات رقم خمسة. علشان خاطر لما تيجي تشغيل الجزء اللي طبعا احنا بنبتديها بدائرة. وبعد كده بننزل الجزء اللي في الاسفل دوت بيكون بغرزة الجراني. الغرزة اللي فوق هكون هي غرزة العمود بلفة او غرزة الحشو او غرزة النصف عمود تقدري تستبدلي طبعا باي غرزة منه. والجزء اللي تحتها هكون بغرزة الجراني. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية علشان نعمل مجموعة من السلاسل بسيب مسافة من الخيط. وبالف الخيط البداية بالشكل ده حلقة على الهوى. وهمسك الحلقة بتاعتي وهدخل بالابرة بتاعتي داخل الحلقة. هلف الخيط على الابرة وهسحبه من داخل الحلقة. طرف الخيط اللي هو القصير بشده وبقفل عقدة البداية. علشان تكوني مجموعة من السلاسل بيكون عندك على الابرة حلقة. بلف الخيط على الابرة وبسحبه من الحلقة دي كده واحد. انين. تلاتة. اربعة. خمسة. طبعا لسه كده ما يكفيش الدائرة طبعا الخاصة بالرول. احنا بنعمل على قد الدائرة الخاصة برول بيكون اصغر منها بس شوية عشان خاطر ايه آآ انك تكون. هي بردك الفتحة بتاعتها دقيقة شوية ما تكونش واسعة كبيرة كده. بحيس انية تديني بردك مسافة نشتغل فيها في المكان ده. هرجع تاني اقرر. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هل كده يكفي? لا كده ما يكفيش. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ونشوف ازا كانت الدائرة بتاعتنا بردك لسه. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. يعني انا قلت لكم الطريقة لتخليك او تسمح لك انك تشغلي لاي حجم رول انت حابة تشغلي. بالشكل ده اهو انا هكتفي بالعدد دوت وهو طبعا عشرين من مضاعفات رقم خمسة. انت حابة توصلي للعدد بالزبط المقاس بالزبط اللي هو في الفتحة بتاعة الرول دوت. ما فيش مشكلة ممكن تشغلي عشرين. كمان احنا هنعمل حاجة. انا محتاجة اصحب الجزء كده. عشان طبعا ايه? لما هنيجي نسحب هنسحب من الداخل مش هنسحب من الخارج. واحدة واحدة طبعا. وبحاول ايه? ان انا هلف حواليها. بس اكيد طبعا لازم ايه اخرج بعيد عن كل. بالشكلة اهو. بصوا. بلف كده واحدة واحدة. ضروري ان احنا نفك ايه? الرول بتاعنا واستخرج القطعة قرطونية دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده اهو. ليه عملتي كده يا رندا? لان طبعا احنا لما هنيجي نحط الكفر مش هنفع تسحبي من الجنب هنا. لتسحبي من الداخل. بتسحبي بقى الجزئية دي كده. وهي دي اللي ايه بتكون في الخارج. وبنسحب منها ايه? بيكون حواليها الدائرة بتاعتنا. طيب احنا طالما طلعنا دي. ممكن نعمل حاجة تانية. اهي. بصوا. بتعملي عدد السلاسل لو انت حابة تعمليها على قده بالزبط بتعملي عدد سلاسل على قده. بالشكل ده. انا عملتهم اقل شوية منها. ليه? لان شغل الكوريشي بيمط شوية. زي ما احنا عارفين طبعا. فبالشكل دوت ايه? انا وصلت للمقاس دوت هو اقل طبعا منها شوية. بس هو الشغل هيمط معيكي. وانا محتاجة كمان ان الدائرة بتاعتي تكون ايه? مش حجمها كبير جدا عشان ما تشدليش كل الرول بتاعي مرة واحدة. طيب كده اشتغلنا مضاعفات رقم خمسة وزي ما قلت لك. حبة تزودي هتزودي خمسة خمسة. يعني مش هتزودي اقل من خمسة ولا ايه? اكتر منها. يعني ش هنزود تلاتة مش هنزود اربعة. آآ مش هنزود ستة. لأ هنزود على اساس مضاعفات رقم خمسة. هسيب مسافة طبعا مش هسيب مسافة لأ هسيب السلسلة بتاعتي بالشكل ده هعدلها. هجيبها بالشكل ده. وهدخل داخل الحلقة الاولى السلسلة الاولى اللي احنا شغلناها اهي. بعد الشغل بتاعي كده. وبدخل في السلسلة الاولى في الباكلوب. هسحب خيط هلفه على الابر واسحبه من الحلقة دي. واسحبه كمان من الحلقة اللي عندي على الابر. بالشكل ده. طرف الخيط بتاع البداية هجيبه معي في ظهر ايه? السلسل بتاعتي اللي هنشتغل فيه. في البداية طبعا علشان نرتفع. ازا كنتي هتشغلي بغرزة الحشو بترتفع سلسلة واحدة بس وبتشغلي بغرزة الحشو على السطر بتاعي كله. لو هتشغلي بغرزة نصف عمود زي عشان انا قلت لكم في البداية ان احنا نقدر نستبدل طبعا القطعة اللي فوق بغرزة حشوة او نصف عمود او عمود بلفة. زي ما انت حابة طبعا اي غرزة حابة تستخدميها من التلاتة تستخدمي. ازا نصف عمود برتفع سلسلتين وبشتغل بغرزة نصف عمود. ازا طبعا عمود بلفة برتفع تلات سلاسل وبشتغل بغرزة العمود بلفة. هنشغل النهاردة بغرزة العمود بلفة لان انا حابة الشغل كله يكون سهل وبسيط ويكون كله آآ غرزة الجراني وغرزة العمود بلفة طبعا هي مش تققية طبعا منها غرزة الجراني لان احنا في غرزة الجراني بتكون بردك هي مكونة من تلاتة عمود بلفة. ازا بردك ايه هتكون بمعايا في نفس ايه الشكل بتاعي. نفس المكان اللي احنا وقفين فيه هرتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة. واعتبر طبعا ان ده اول عمود بلفة موجودة عندي في المجموع. طيب عندي هنا السلاسل ايه تكوين السلسلة وبنشتغل فين فيها يا رندو. تكوين السلاسل عندي بيكون عندي الحلقة الخلفية اللي هي الباكلوب. وعندي الحلقة الامامية اللي هي الفرونت لوب اهي. وعندي المطبق اللي في الخلف. طيب لما باقي ده اشتغل هي اما تدخلي في الحلقة الخلفية للغرزة اللي هي الباكلوب. او طبعا لو مش عايزة الحلقة الخلفية. تطمط معاكي الفوق يكون شك لوحش بتاخدي الحلقة الخلفية. وبتاخدي كمان معاكي المطب اللي في الخلف. بيكون من في الابرة من تحت. الغل الحلقة الامامية بتاعتك لاير فرنطلوق. يلا بقى نروح نشتغل في الغرز بتاعتنا. طرف خيط البداية بيجيبه معايا في دهر السلاسل. علشان ايه نخفيه معانا ويكون شكل شغلنا حلو ونضيف. طبعا احنا اشتغلنا على اول ايه مكان تلت سلاسل. انا حشوة او بغرز النصف عمر. طيب علشان نشغل غرزة عمود بلفة بيكون معايا على الابرة حلقة بلف الخيط مرة واحدة بس لان هي لفة واحدة عمود بلفة واحدة. اصبح معايا ايه حلقتين. هدخل في نفس الفراغ اللي انا طبعا ارتفعتها بنعده تلت سلاسل لان زي ما قلت لكم احتاج اشتغل في كل فراغ مرتين. فهدخل تاني مرة في نفس الفراغ. هلف الخيط واخرج. معايا تلت حلقات. هلف الخيط واخرج من اتنين واحد اتنين اتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج من اتنين. كده انا اشتغلت على اول سلسلة عندي من العدد اللي احنا اشتغلناه وقلت لكم طبعا من مضاعفات رقم خمسة ايما تشتغل لي خمسة او عشرة او خمستاشر او عشرين او خمسة عشرين وهكزا. اروح لسلسلة رقم اتنين نشغل عليها كمان اتنين عمود وبكرر تاني شرح العمود بلفها بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط بيبقوا حلقتين. هدخل في الحلقة او السلسلة اللي بعدها. في وكمان معايا المطب وهخلي معايا كمان اي خيط البداية نخفيه معايا. هلف كمان على الابرة الخيط بتاعي. واسحبه من تحت السلسلة. معايا كده تلات حلقات. بلف الخيط وبخرج من حلقتين. اتبقوا حلقتين بلف الخيط واخرج من حلقتين. تاني بكرر. بلف الخيط. بدخل في نفس الفراغ بتاعي. لان احنا بنشغل في كل فراغ مرتين. هلف الخيط واخرج. هلف الخيط واخرج من حلقتين. هلف الخيط واخرج من حلقتين. بالشكل دوتو هكرر بقى اياه على مسافة الراوند بتاعي كله. هدخل اشتغل داخل كل غرزة مرتين. لغاية ما وصل طبعا الى نهاية الراوند بتاعي. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبكده خلص الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين اشتغلت على كل سلسلة من العشرين سلسلة مرتين. اصبح العدد معايا اربعين غرزة عمود بلفة. طيب في النهاية كده بقفل ازاي? باجي في تالت سلسلة ارتفاع واحد اتنين تلاتة بدخل. وبسحب الخيط من تحته. وبخرج كمان من الحلقة اللي عندي على الابرة. بالشكل دوت هنرتفع بقى راوند جديد. الراوند الجديد هنشتغل بنفس العدد اللي موجود معايا. يعني مش عامل تزايد لسه. يعني هشتغل فوق كل غرزة غرزة واحدة بس زيها. بارتفع واحد اتنين تلاتة. واعتبره اول عمود بلفة عندي. طيب احنا لما بنيجي نشتغل في السطر التاني بيكون عندي حرف او رقم السبع زي ما بتسموه. بيكون عندي فيه والفرونت لوب. وعندي كمان يعني عندي الحلقة الخلفية والحلقة الامامية وتحت ايه الفراغ دوت تحت حرف بيكون عندي فراغ زي ما احنا شايفين فوق كل غرزة. يعني كل عمود هلاقي ايه فوق منه فراغ بيكون بفراغ ده لو دخلت فيه بيكون عندي حرف ال V كامل على الابرة. احنا طبعا اشتغلنا اول تلات سلاسل فوق اول تلات سلاسل ما تحت واعتبرناهم عمود بلفة. هروح للفراغ التاني اهو. بدخل بقى في الفراغ اللي فوق على الغرزة وبيكون عندي حرف ال V بيكون تحت حرف ال V وحرف ال V بيكون عندي على الابرة كامل. هلف الخيط واخرج. بلف الخيط وبخرج من حلقتين. بلف الخيط وبخرج من حلقتين. وهكزا بقى فوق كل غرزة بدخل وبشتغل الغرزة زيها. وفي نهاية طبعا بيكون عندي نفس العدد. اربعين غرزة عمود بلفة. بكمل بنفس الطريقة عمود فوق. كل عمود هيقابلني لغاية طبعا ما وصل الى نهاية. اعتركم تاني بالشكل ده خلاص اشتغل معا الاربعين غرزة عمود بلفة اربعين غرزة عمود. طيب هل يا طرى المقاس كده وصل للمقاس اللي احنا محتاجينه? احنا بس هنشتغل بس ايه على اللي احنا مش مفرغينه? وبعد كده طبعا ايه? هنلابس التلبيسة بتاعتنا او الكافر بتاعنا للي احنا فكينا منها ايه? الكارتون. الشكل ده طبعا لا لسه. لسه فاضل ليه كمان حوالي سطر. طيب احنا لو خدناها كده بديهيا هنشوف سطر العمود بلفة بيكون حوالي سانتي. يعني سانتي وشرطة او اه سانتي وشرطة من المتا. يعني عندي سانتي من هنا وسانتي من هنا. ازا انا مش محتاجة اكتر من سطر كمان بغرزة العمود بلفة. طيب سطر الغرزة اللي جاي السطر اللي جاي هيكون بنفس العدد. لا طبعا. لاني لو اشتغلت بنفس العدد الشغلة هيقوس معي عشان احنا محتاجين طبعا نعمل تزايد في العدد عشان الدائرة بتاعتنا تزيد. طيب انتي لو الرول عندك اكبر من الحجم دوت هتبضلي بقى تشتغلي آآ يعني سطر تزايد سطر بدون تزايد سطر تزايد سطر بدون تزايد لغاية طبعا ما توسلي للحجم الدائرة اللي انتي محتاجها. هنقفل بغرزة منزلقة في تالت سلسلة ارتفاع. بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين السطر اللي جاي بقى هنبدأ هنبتدي نعمل تزايد لان احنا محتاجين نكبر حجم الدائرة بتاعتنا. طيب التزايد بتاع هيكون ازاي? هيكون العدد التزايد بتاعي بيكون في اول غرزة بدون تزايد بشغل يعني بشغل فوق اول غرزة غرزة واحدة. وفي تاني غرزة دايما على مسافة بتاعي كله بشغل مرتين. يعني واحدة بدون تزايد التانية فيها تزايد. واحدة بدون تزايد التانية فيها تزايد. واحدة بدون تزايد التانية فيها تزايد. يعني التزايد يعني بشغل فوق كله غرزة مرتين في نفس الفراغ. طيب هنرتفع بقى التلات سلاسل بتاعنا. اول عمود بلفة ادي واحد اتنين تلاتة وهناعتبرهم هم اول عمود بلفة موجود عندي في المجموعة طبعا اللي في سطر راوند رقم تلاتة. هروح بقى للفراغ التاني. مش هشتغل هنا تاني انا اشتغلت هنا مرة واحدة بس لاني اول واحدة دايما هكون معايا واحدة. تاني فراغ هشتغل فوقيه مرتين. كده اول عمود. تاني في نفس الفراغ بشتغل كمان عمود لاننا هنبتدي نعمل تزايد في السطر ده. دايما التزايد بتاعه هيكون في الغرزة رقم اتنين. طيب اللي جاية دي هنشتغل فوقيها مرة. لان احنا قلنا مرة بدون تزايد ومرة فيها تزايد. يعني بشغل هنا عمود واحد بس. هنا واحد. اللي جاية دي هيكون في اتنين. اللي بعدها بقى غرزتين. واحد. تاني في نفس الفراغ. اتنين. نرجع تاني اللي بعدها غرزة واحدة. اللي بعدها غرزتين. واحد. اتنين. وهكزا طبعا لغاية ما وصل لنهاية الراوند بتاعي هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وخلاص خلصت الراوند بتاعي واصبح معي ستين غرزة عمود بلفة. وفي المرحلة دي خلاص انا وصلت للمقاس او الحجم طبعا ايه الخاص دي الرول اللي كدامي. طيب يا روند. لو الراون اللي عندي اكبر. هشتغل ازاي السطر اللي جاي هتشغليه بدون تزايد. يعني هتشغلي على ستين غرزة عمود بلفة. آآ ستين غرزة عمود بلفة بدون تزايد. ولو محتاجة تكبري اكتر من كده كمان هتشتغل السطر eliminated اللي جاي. مش اللي جاي. اللي بعد اللي جاي. هتشغلي فيه تزايد. طيب قعدة التزايد هتكون التزايد بتاعي فقاني غرزة بشغل اول واحدة بدون تزايد تاني واحدة بدون تزايد تالت واحدة هي اللي بشغل فيها مرتين يعني بعمل فيها التزايد والسطر اللي بعده بيكون بدون تزايد وهكزا قاعدة التزايد في الدائرة بتكون ايه? بتكون ان اول تزايد عندي بيكون اه طبعا تزايد على كل الغرز زي ما احنا بتدينا اول سطر تزايد على كل السلاسل اللي عندي كانوا عشرين واشتغلنا على كل واحدة مرتين بقى اربعين اه اشتغلت تاني سطر بدون تزايد. آآ طبعا السطر اللي بعده اللي بتديت فيه التزايد عندي اشتغلت التزايد في الغرزة رقم كان في الغرزة رقم اتنين. يعني اول واحدة بدون تزايد. تاني واحدة كان فيها ايه غرزتين. رجعت آآ زي ما احنا شايفين. انا مش محتاجة اشتغل اكتر من كده. لكن انتم لو هتشتغلوا اكتر من كده بتشغله السطر اللي بعده بدون تزايد. واللي بعده بعد كده هيكون التزايد في رقم كان في رقم تلاتة. يعني بشغل اول غرزة بدون تزايد. تانية غرزة بدون تزايد. تالت غرزة هي اللي بشغل فيها مرتين. واللي بعده بيكون بدون تزايد. يعني سطر. تزايد سطر بدون تزايد. وهكزا. طيب احنا تلوقتي خلاص وصلنا لحجم الكفر اللي احنا محتاجينه. هقفل في اخر غرزة عندي او اول غرزة اشتغلتها. واحد اتنين تلاتة. بغرزة منزلقة. وهرتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وهبتدي الراوند جديد بتاعي وهبدأ اضيف غرزة الجراني. آآ طبعا لو حبة تشغل السطر اللي جاي كمان بغرزة العمود وتبدأ اضيفي غرزة الجراني في السطر اللي بعده ما فيش مشكلة. طيب احنا هنا في المرحلة دي مش هشتغل تحت حرف الفي زي ما كنت بشتغل ايه الغرز بتاعتك. طبعا هتشتغل فين يا رندا? عندي طبعا حرف الفي زي ما احنا شايفين فيه الباك لو بالحلقة الخلفية وفي الفرونت لو بالحلقة الامامية. ما ليش علاقة بالحلقة الامامية خالص وهدخل اشتغل كل غرزة في اللي هي الحلقة الخلفية. ليه بعمل كده? عشان الشغل بتاعي يبدأ يميل لتحت ويغطي بتاعي او يغطي ايه الرول الموجود عندي. طيب احنا اول غرزة خلاص انا اعتبرت نفسي اشتغلت فيها التلات سلسلة. هلف الخيط وهاجي فوق تاني غرزة اهي. بدخل في الحلقة الخلفية عندي وباكلوب. واشغل غرزة العمود بلفة بتاعي. تاني الغرزة اللي بعدها خلاص مش بعمل تزايد خالص. اللي غاية ما اخلص الكفر بتاعي مش هعمل تزايد تاني لاني وصلت لمرحلة القرص بتاعي وصل المقاس اللي انا محتاجة. بسيب الفرونت لو وباجي هنا بدخل في الباكلوب. بسيب الحلقة الامامية وبدخل في الحلقة الخلفية اشغل العمود بلفة بتاعي. انا مش هشتغل السطر اللي جاي دوت بغرزة العمود بلفة بس. لاني انا هابدأ اضيف عوز باللوم كلمة انا هنبدأ نضيف مع بعض غرزة الجراني. طيب غرزة الجراني بتكون مقوناة من اين? بيكون مقوناة من تلاتة عمود بلفة. وبعد كده سلسلتين. واحد اتنين. هسيب تحتيهم واحد اتنين واروح لرقم تلاتة. واشغل كده هنسيب واحد اتنين واروح لرقم تلاتة في الحلقة الخلفية. كل شغلي في السطر ده بس في الحلقة الخلفية. نشغل عمود. واللي بعده عمود. اتنين. واللي بعده عمود تلاتة. طيب كده خلصنا تلاتة عمود بلف. هاخد سلسلتين. واحد اتنين. وهسيب تحتيهم سلسلتين. طبعا ما تنسوش تلفه الخيط على الابرة عشان نروح نشتغل على طول العمود اللي بعده. هسيب واحد اتنين تحت السلسلتين. واروح لرقم تلاتة. واشغل عمود. واللي بعده عمود. واللي بعده عمود. وبكمل بقى حتى نهاية معي سلسلتين تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود وبصوا بقى اللي احنا قصدناه من ان احنا نشتغل فيه الحلقة الخلفية. اصبح خلاص الحلقة الامامية برزة عندي اهي من فوق. زي ما احنا شايفين اهي بصوا. اهي. الحلقة الامامية عندي اهي. كلهم برزين هنا. والحلقة الخلفية خلاص اشتغلت عليها هتخليلي الشغل خلاص ينزل ايه على الرول بتاعي بالشكل ده. تيبقى انا كده خلاص وصلت للمرحلة اللي انا محتاجاها. ان انا هبدأ اشتغل خلاص على جسم الرول. بدون ما اي اي مشاكل او اي متاعب او اي صعوبة. بكمل بقى الراوند بتاعتها نفس الطريقة هكامل وارجع لكم. راجعت لكم تاني وبشكل ده خلاص الراوند بتاعي خلاص انتهى فاضلي بس السلسلتين وبسيب تحتهم فراغين وبروح هنا واحد اتنين تلاتة بدخل بسحب الخيط وبخرج وبقفل بغرزة منزلقة من ايه كل الحلقات الموجودة عندي عليه. بالشكل ده خلاص السطر بتاعي انتهى. المرحلة دي لو جينا خلاص نلابس الرول اللي معنا. اصبح خلاص الكفر معي جاهز. ان انا بقى ايه اكمل بغرزة الجراني بشكل وسهل وبسيط جدا زي ما احنا شايفين. كده انا ما عنديش اي او اي مشكلة فان انا خلاص اكمل ايه الشغل بتاعي. طبعا احنا الفكرة اللي انا قلت لكم عليه ان احنا نشتغل فيه الحلقة الخلفية ونسيب الحلقة الامامية. ده اللي خلى الشغل ينزل معي اللي تحت بالشكل دوت. ويقفل لي ايه شكل ايه الكفر زي ما احنا شايفين. طيب احنا محتاجين بقى نغير اللون. همشي بس ايه? احنا محتاجين. دلوقتي نشتغل فين يا رندا? محتاجة اشتغل فوق الفراغات. طيب انا هنا مش طبعا فوق فراغ انا فوق عمود فهمشي بمنزلقة فوق اول غرزة. وبمنزلقة كمان فوق تاني غرزة. وبعد كده هغير اللون بتاعي. باخد الحلقة قفلتها عقدة بداية وهسحبها من الحلقة دي. وخلاص بقى ايه? هاخد معي شايفين طرف الخيط البداية دوت. الاصفر هسيبه من تحت هنا لاني هبتدي اسحبه تاني بس في سطور اللي جاي. هاجي اوصل لهنا. همشي بمنزلقة بس لغاية اول سلسلة عندي من السلسلتين اللي تحت دول. وهارتفع بقى واحد اتنين تلاتة سلسلة. وداخل الفراغ هاعتبرهم طبعا اول عمود عندي. هروح تاني تحت السلسلتين. واشتغل كمان اتنين عمود بلفة زي ما احنا شايفين واحد. تاني. اتنين. طيب. كده اشتغلنا اول غرزة جراني. فوق التلاتة عمود بناخد سلسلتين. واحد اتنين. وهروح تاني بقى للفراغ اللي هو في السلسلتين دول. وهنا معي طبعا طرف الخيط البداية. بحاول اخفيه. لكن انا مش هخفيه دلوقتي انا بعد كده ايه هزبطه بابرة التنظيف وبعد كده او هسحبه من تحت بصه. نخلي بس نرفع سلسلت عشان السلسلتين بتوعنا ما يتسحبوش. نيجي هنا اهو. بصه. بيجي من تحت الغرز. وبسحب معي الخيط ده. تعال انت بس كده. مرة من هنا بسحبه. ومرة من الخلف بدخل تاني واسحبه الناحية التانية. وببتدي اخفيه بقى معي عشان ما يبليش بشكل مش لطيف في الشغل بتاعي. وهابتدي بردك ايه وصلت بيه لغاية هنا. هكمل بقى الشغل بتاعي. اشتغلت السلسلتين هاروح بقى تحت السلسلتين دول وهاشتغل تلاتة عمود بلفة. كده واحد. اتنين. تالت. تاني سلسلتين واحد اتنين. سلسلتين بيكونوا فوق تلاتة عمدة وبعد كده بروح للسلسلتين دول بدخل من تحتهم واشتغل كنان تلاتة عمود كده واحد. تاني. اتنين. تاني. نرجع تاني سلسلتين تلاتة عمود سلسلتين تلات عمود سلسلتين تلاتة عمود وبشتغل ايه السلسلتين فوق تلاتة اعمدة والاعمدة التلاتة بشتغلهم في السلسلتين هكمل بنفس الطريقة لغاية ما وصل لنهاية الراوند وارجع لكم. رجعت لكم تاني وخلص الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين بالشكل ده في نهاية الراوند بقى في الواحد اتنين تالت سلسلة. بغرزة منزلقة. بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو. بعد كده همشي بمنزلقة. دايما بنشتغل في الفراغات بقى في السطور اللي جاية. ادي واحد واللي جاية كمان منزلقة. اللي جاية هنغير فيها اللون. ازا هتشتغلي بلونين بس. فهتسحبي اللون اللي موجودة عندك من تحت كده هتيجي بقى تسحبيه من المكان ده. على طول. لكن لو هتضيفي لون جديد. كان معتاد طبعا بنلف حلقة على هو بالشكل ده. وباجي بدخل فيها بقى في العقدة البداية وبسحب الحلقة جديدة من الحلقة الموجودة عندي على الابر. بالشكل ده. وبعد كده بامشي بمنزلقة. لغاية ما وصل ايه للسلسلة اللي انا هشتغل فيها. اللون الاحمر بسيبه برضك ليه? لان احنا اتفقنا ان احنا هنعمل تبادل ما بين الالوان. يعني هفضل اشتغل مرة اصفر احمر اورانج. اه لو هتضيفي الوان تانية. آآ جرين اللي هو الاخضر. ما فيش مشكلة. كل الالوان اللي موجودة عندك بقى اضفيها زي ما انت حبك. حتى كمان اللي هي الدائرة اللي في البداية دي. ازا ما عندكيش آآ خيوط تكفيها كاملة اشتغلي كل سطر فيهم بلون من نفس الالوان اللي انت هتشتغليها ايه? في الكفر بتاعك. فنفس المكان اللي انا فيه بقى بارتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وبعتبرهم اول عمود عندي في المجموعة دي. باجي هنا. انا طبعا مش عايز الاحمر تاني هسيبه في الخلف كده. انا كل اللي باخده معي بس اللون الايه? اللي انا بخفيه دايما هو خيط البداية. هدخل هاسحب الخيط وهخرج معي تلات حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين. هلف الخيط واخرج من حلقتين. وكده تاني عمود عندي تلاتة. ارجع تاني سلسلتين. واحد اتنين. تاني نروح بقى للسلسلتين دول ونشغل فوقيهم تلاتة عمود بلفة. واحد اتنين تلتة. وبتكون القاعدة بتاعتي لغاية ما بوصل طبعا لنهاية الكفر بتاعي كله سلسلتين وبسيب طبعا الاعمدة بروح للفراغات اشتغل تلاتة عمود بلفة سلسلتين تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود وهكذا طبعا لغاية ما بوصل الى التول بتاعي الخاص طبعا بالكفر بتاعي. هكمل بقى مع تبادل الالوان زي ما احنا شايفين. لاني قلت لكم من البداية ان احنا بنستخدم فيها يعني بقايا الخيوط الموجودة عندك وبتطلعي يعني حاجة يا جميلة جدا. آآ قطعة فنية موجودة عندك في البيت من بقايا الخيوط وما حدش طبعا هيلحظ نيم البقايا الخيوط. اكمل لغاية ما وصل لارتفاع الكفر بتاعي وارجع لكم نشوف الشكل النهائي مع بعض ايه. راجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين ارتفعت اكتر من سطر زي ما احنا شايفين. كم سطر اشتغلنا? انا اشتغلت معكم باللون الاصفر كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. السطر اللي جاي هيكون كله بغرزة العمود بلفة وهقفل تاني باللون الاصفر. بنقفل طبعا في تالت سلسلة زي ما احنا شايفين. بالشكل ده. وفي المكان ده وضع ايه هرجع تاني بقى اسحب اللون الاصفر. وبامكاني كنت اعمل حاجة تانية بصوا. نرجع تاني سلسلتين دول. وكمان هرجع اخر عمود بلفة. وهغير اللون فيه. الف الخيط هدخل فراغي هسحب الخيط وهخرج معايا تلات حلقات بالف الخيط وبخرج من حلقتين. اخر حلقتين بقى هسيب اللون اللي انا شغالة به. وهسحب باللون اللي انا محتاجة اغير واخرج من الحلقتين الاخرانيين باللون الجديد. هرجع بعد كده بقى اخد سلسلتين واحد اتنين. آآ طبعا في حد هيقول لي يا رندا طب ما انتي كده السلسلتين دول هيكون شكلهم مختلف ما تنسوش ان السلسلتين دول هنشتغل فوقيهم من فوق. ازا ايه? الشغل بتاعي هيكون آآ مش باين. وبقفل بغرزة منزلقة بالشكل دوت. في تالت سلسلة ارتفاع. في المرحلة دي بقى بارتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة واعتبرهم اول عمود بلفة عندي فوق اول عمود. واروح اشتغل فوق كل عمود بقى وكل فراغ يقابلني. غرزة عمود بلفة واحدة كده واحد والغرزة اللي بعدها عمود. هنا هيقابلني سلسلتين هشتغل فوق كل سلسلة فيهم عمود. ومش لازم السلاسل نفسها ممكن اشتغل من تحت السلاسل اهي يبقى تاني عمود فوق تاني سلسلة. هيقابلني تلاتة عمود هشتغل فوقيهم تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة سلسلتين فوقيهم اتنين عمود واحد اتنين وهكزا فوق تلاتة عمود تلاتة عمود وفوق سلسلتين اتنين عمود. يعني بشغل عمود فوق كل فراغ بيقابلني حبيت اختم بنفس اللون اللي ابتدت بيه. ليه? لاني انا ما عملتش اختلاف الالوان من هنا. يعني انا لو كنت عملت من البداية اختلاف في الالوان يعني اشتغلت الاول السطر الاول بالاصفر واللون التاني باللون التاني والسطر التالت بلون مختلف. يعني كان هيبقى بنفس الطريقة اللي هنا. لكن احنا ابتدينا الجزئية الاولى كلها باللون الاصفر. ازا نختم باللون الاصفر عشان يكون فيه تنصق معنا في الالوان. هكمل بقى الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة. وارجع لكم نشوف الكافر بتاعنا شكله ايه? مع بعض. كده نكون وصلنا لنهاية بتاعنا. فوق السلسلتين عملنا سلسل اه اتنين عمود. وطبعا في النهاية بقفل بجنزلقة في اخر سلسلة ارتفاع في السطر بتاعي. وبعد كده بشد الخيط وبعد كده ببدأ اقص الخيط بتاعي. التنظيف انا لسه طبعا ما قصدش الخيوط بتاعتي كلها وما عملتش تنظيف لكن احنا عملنا مع بعض فيديو لتنظيف الشغل قبل كده. اللي حابب طبعا يراجع. انا مش هطول عليكم بس نشوف الكافر بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بنوضبط الكافر بتاعنا زي ما احنا شايفين اهو. وكده احنا وصلنا الطول طبعا اللي احنا محتاجينه. مش اكتر ولا اقل. وشغلنا من فوق بنزفط الوش بتاعنا. اهو. اصبح شكل الكافر بتاعنا حاجة جميلة جدا من بقايا الخيوط الموجودة عندك. مش هتكلفك حاجة. اه لو حاب اتعملي طبعا تقميه دي طبعا لاي حد هيكون شيء جدا وجميل بتستخدمي فيه كل الالوان زي ما انت حابة. بس طبعا حاول ان انت تكون عندك تدريجات الالوان اللي ايه? اه ممكن تكون يعني تناسب بعضها. دي كانت الفكرة بتاعتي النهاردة اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة وتنقول اعجابكم ما تنسوش لو اعجابكم الفيديو تعملوا لي لايك وشيروا سبسكرايب واستنوني الفيديو جديد من ويه. وكمان فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا احنا ايه ما ننساش ان احنا هندخل في اللي احنا ساحبيه منها الكارتون. علشان يكون سهلة علينا ان احنا ايه نسحب الرول بتاعنا بكل بساطة وبكل سهولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.